موسيقى 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 باسم العيئة المغربية حق الإنسان خلع تاهلا ندر هذا الفيديو على أساس باش نطرق مجموعة القضايا التي تهم تاهلا والمنطقة وقبل ما نبدأ الفيديو سنطرق نقطة مهمة اللي هي الحساب أو تضييق على الفرع المحلي اللي هي بحيث أن السلطة المحلية أقضات شخص الباشا أرفض ما يعطينا الوسط القانوني رغم أننا ندرنا مجموعة الإجراءات الإدارية التي يطلبها والتي تنص على القانون البنوط ديال تحسيس الجمعيات ولكن الحجوز سعفت المدر القانونية اللي هي السلطة المزامة والصناش بالوصل ودرنا مجموعة المرسلات مرسلة للباشا باشي يعطينا الوصل مرسلة كتابة ملت والصناش قبل ما ذاك شي درنا مرسلة للباشا بالأساس زوج المرسلات العقلية تدوين جمعة القضايا والخورقة التي تتعفر المنطقة والمدينة ولكن بدون جدوى مع نمواله نرشئ بالنسبة لرئيس المجلس البلدي اللي هو سافنا عليه بموازات مرسلات الباشا ولكن مطلقين احتاج جواب درنا رسالة تذكيرية مطلقين احتاج جواب في الوقت اللي كي تم استقبل من جموعة هذه الإطارات وجمعيات أخرى نحن لم نستقبلنا تماما لنشي جواب اللي غادي يبرر هذا العدم الاستقبل إلا أن الجواب الوحيد اللي عندنا هو أنه هيئة المغربية حق الإنسان لا ليه لا البشر لا السلطة المحلية لا الناس اللي كتخدم شكليومي على أساس أنه تدرفها في هيئة المغربية جواب الوحيد اللي عندنا هو أنه مرهي لكنوا كي اعتقدوا على أساس أنه بالنسبة لن يوقف هذا الصوت الحقوقي الحديث العهد واللي كان يالله على اسم مستوى الوطني التعقل المؤتمر الثاني واللي بالمناسبة يمتل الفرع في مجيش الوطني الحق الإنسان دياله الهيئة هو حميد مش نرئيس الفرع وهنا باسم من المناظر الفرع المحلي والمناظر الشرفاء دياله 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 ديالفرع اننا راه غادي يكون وااهين واللي كي اعتقد بانه غادي ونحن أقوية بانتمائنا لهذه الهيئة والاهتمائنا لهذه الهيئة كفرع محلية هو اختيار والبدأ وليس أنه بالنسبة لنا يعني فعل شيء واحد باش نتامن لهذه الهيئة أو ليش حاجم حالاً لهذه الهيئة نحن بالنسبة لنا نفرضه ونصف ونناضل على أساس أنه نصب لنا محقنا في المعلومة وما غاديش يمعين انتظروا شيء واحد يعطينا هذي الهيئة ولا يستدقلين هذي الهيئة ولا يبغي يجينا باللقاء وكذا 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 ويجينا معنا لعقاءة أبداً نحن سنناضل وسوف نبقى نكشيف على الحقيقة وسنفضحوا الحقيقة الفاساد اللي كيين في البلاد غادي نكشفوالي الخروقات اللي كيين في البلاد غادي نكشفواليها وغادي نعملوا عليها وغادي نصوروها وغادي نجراف الإعلام وغادي نبقى وغادي نبقى وكين السهداف غما أنو كين سهداف مجموعة ديال للمناظرين ديال مكسب خدهم اليومي كين محاكمة ديال اللي عرفت ديال الأخي حاميد منان محاكمتين وهي محاكمة اللولة ومحاكمة التانية المحاكمة اللولة اللي تحكم بها بمئة الفرنك وشهرين سورسي المحكمة التالية التي تحكم ب5000 درهم بجانب أن المرات التي كانت تأخذها في ميل ثم السوق المغطط في إطالة 20 عاش يتم توقفها مباشرة بعد جديد ومكسب وطلعها في المشطاعات المكسب وكمستشارة يتم توقفها وتعويضها بأخرى ولكن لا أقول لهم أي طلاق وحسب تصرحها والزوجها لأنه سيبقون صامدين ثم صامدين أمان أي إجراء كما بغيكم وسيناظرون في إطالة المغربية حق الإنسان هذا من جانب ما يسمى التديق على الفرع المحلية المغربية حق الإنسان هذا التديق جاء بناء على مجموعة الخرق التي تنشرها المناظرين المعارضة التي توقفها فيها المناظرين ونضيمنها المركز الساحي المركز الساحي الساحي لأنه لا يعرف لا يوجد أطوم يتجد الأطوار ويجعل الوصول مصدر ويجعل الأقعار ويجعل الأطيب لا يوجد الإمكانيات المواطن هو الضاحية وفي هذه العطار لا تنسوا أنك عضو المكسب الجانب الأطوار المغربية حق الإنسان معاينة لهذا الوضع هذا تم الاتصال بالرقم الأخضار ديال الأخوار ديال الوزارة وهذا عضو المكتب لي هو نور دير ورداني ورسله امتصال بهم لأزل كنبيه وتوجيه لأنه كين واحد نقص حاد في المؤسسة ديال المركز الساحل أنا كان عندي تساؤل ومهذا المنبر عندي تساؤل إذا كان هذا النقص كين والمجلس البلدي ساكو ترغي ما أنه مجلس البلدي يعاني بشكل يومي هذا الخرق هذا ويعاني بشكل يومي استدامة لكينها بين المواطن وبين الموظفين التي تسمى في المكتب الصحي وكين نقص الأدوية للسكار وكين على أساس الممرضين أنا ما بقى حتى واحتماء بقى حاجة قليل لا لي ما غير يمكنش تبلع الحاجية ديال المواطن المرضى وكفيك أن حتى المراكز اللي كين على المستوى العقليم التابع التورابي اللي التالى كي يجيوا لهنا دوك المرضى كي يجيوا لهنا يعني بحكم أنه بهنا هنا في حقوس ديال حكم أنه بالنسبة للطريب كيتعام معهم جانب واحد الجريب ديال دامير دامير ديرو كيتعام مع دامير المهاني هذا مجانب ولكن هذا النقص لماذا؟ لم يكن في الوزود المستشفى اللي كي يقول كين مستشفى وكين كده وكين كده وكين كده وكين كده مجموعة هذه الهضراليوية الحقيقة زوينة كين صبيطار بمواصفة كده بطبية اللي هي متطورة إلى آخرة ولكن هذا شي كي يبقى مجرد كلام وحاليا كي يقولك بأنه هذا المكان اللي كين يدعب هنا هو المكان اللي يقدير فيه المستشفى بعد يرات قريباً ربع سنين وحنا كانت مغير دادرا ولكن ما زال من جرد كلام هذا من جانب الجانب ديال أنه بالنسبة لبنية تحتية تاهلة تعيش ببنية تحتية جد متدهورة طرقان كله محفرين يحطط طاقسيات أي طاقسيات لكي يستخدمون طرقان ديعم يشتاكيون الهدر مهد twój Japanese اللي هي خاطرة طرقان محفرين تحتلال الملك العمومي بشكل بشيع شيء نحنeras بإذن بذلك المدينة نحن نحن مع جمالية المدينة ولكن تحرير الملك العمومي وهو أن يكون تحريراً من المحلم شاملاً بدون انتقائية بدون انتقائية دابة دابة جيت هوات دابة في الشارع لا يوجد من الجوز كل شيء بلوكي المقاهي والمحلة التجارية وكين المحلة التجارية التي تكتح في البودرون ما كفى بيعنا الطرطور ولا كيح في الشانطة كل المسؤول على الظاهرة الله يعلم هناك شخص لا يتحرك المسيرة المحلة لم يكن تحرك دابة جيت كلها محتلة من المكال العمومي وأكثر من ذلك أن مجموعة المقاهي التي تحديثت العهد ومعنى الطرطورات الميكات تكون شخص الطرطور محتلة البنية تحتية لا يوجد مجرية المياهة في استرق المواطن يجب أن يذهب في استرق أبار هما يتحرك لأنه يتحرك الطموبيلات لا يمكن أن يتحرك هذا يقول أنه لا يتحرك هذا الأسمي يتحرك يتحرك سيارة الدولة لقضاء مقارب شخصية نقل الأطفال أبناء المسؤولين سيارة الدولة للمدارس في الوقت تلميذ المواطن عادي يتحرك في الشتاء والمجرم خاصة كثيرا يتحرك تلميذ ويحليل ويجب أن يتحرك ويجب أن يتحرك ويجب أن يتحرك المؤسسة التعليمية هذا جانب وفي إطارة العلاقة مع المؤسسة التعليمية ويجب أن يتحرك كلها تتحرك تتحرك وتشاركة ويجب أن يتحرك ويجب أن يتحرك أجل تتحرك ويجب أن يتحرك هذا يتحرك 12 جاره إلى 16 جاره تحالم أن نمد من السكينة في المجال الحاضر ورغم أن نتفق مع المقاربة الأمنية في محاربة الضهر وعقلانات تدبير داخل المدينة إقامة المشاريع ومجموعة المشاريع مديرة للدخل ونخطى لكي لا ننسى عود هو النقطة لأنه بالنسبة للمؤسسة الداخل الذات النفع الاجتماعي يعني تقول مؤسسة الداخل الذات النفع الاجتماعي يعني التجارية مثلا تجارية مخبازات مع عمل هذا كان استغلال للعبارة ومؤسسة التعليمية الخاصة كان استغلال للعبارة لا بدون أنه لا يتوفر على التغطية الصحية هذه مجموعة الشكاية التي جاءت من هنا تفرح وكان لامسها وكان عيشها في لقاءات إلا أن الناس لا تريد أن تقدم الشكاية لأنه هذا هو المدخل يوميديا لها وهذا هو المدخل يوميديا لها لأنه لا تقدم الشكاية كي تخافهم الطعام هذا محل الجانب الجانب آخر اللي هو خاطر هو الجانب اللي بيح ديال البيئة كان انتشار نفايات استثناء الممرات اللي كان مر من هالحافيلات ديال الشاحنات ديال الشاحنات ديال النظافة وبهذا الببادة ما شمان نساش وحلي عاليا ما يقوم به سمس عوال نظافة بشمس ليلا بدون جمع النفايات ديال الشوارع اللي كان يمر منها الشاحنات إلا أن الهوانيش ومجموع على النوقع أصبحت مطالح مطرح النفايات وآخرها عاود منصبه للمطرح نفايات البلدية وهو مش بلدي في الحقيقة هو مطرح نفايات ديال إقلم كامل تلي المنطقة كاملة ملنطقة كاملة فيها الجماعة التسميع جماعة المتماطئة جماعة الدين تعليق وكان شيء يخترط الجماعة الزردة كاييرمون في ذاك كاييرمون في ذاك الانفر هذا المطرح النفايات هذا المطرح النفايات هو أنه لا يتمش سيانة مما أنه يتمش سيانة يتمش سيانة كتلك الكلاب الضلة وآخره هذا المواطن المسكيني وهو حاجة الأعتياجية الخاصة الذي يتعرض مثلا لكتلك الكلاب الضلة هاجمات المشيئة لكتلك الكلاب الضلة لكتلك الكلاب الضلة لكتلك الكلاب الضلة هناك سؤال المطرح ما هذا الشيء الذي كان يترقل هذا هو أنه بالنسبة لي يزعي السلطة المجيسة بلدي لكي يحصلوا المغربية حط الإنسان لكي لا تشتغل ويضعوا الوصول الخانونية لها ورغم إجراءات التي تذكرتها وبهذه المناسبة لكي نؤكده كفرع محل أننا ندين ثم ندين ونستطر بسلو حمر على هذا التذيق على الفرع المحل ونأكد أننا بالنسبة لهذه السلطة ولهذا المجيسة بلدي لكن كي يعتقدوا أنه بالنسبة لنا بهذه السلوكات التي يدير معنا وهذا السلوكات التي يدير معنا بالتذيق أنه سوف يحصل في خرقة حلم ونحن مناظر شرافة وفخورين بانتمائنا لهئة وسوف نقوم ونبقى ليلة نهار على فضح الحرقات لكينيا في البلاد وتحية اشتركوا في القناة